السلام عليكم كديرين لبساليكم كنت منا تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم معايا في الفيديو جديد ووصفة جديدة الوصفة اليوم ان شاء الله الصراحة شحال هادي ما درتها كنت جربتها مرة كنت انا وختي جربتها ومن بعد درتها شيجوش المرات بوحديتي وما بقيتش درتها شحال هادي واحد اربع سنين بحالة هاكاك وده بقررت باش نشاركها معاكم تهيتها وبغيت نديرها قلت نشارك معاكم الوصفة في القناة كانت مننا تعجبكم وكانت مننا تتبعوا معايا الوصفة والفيديو حتى الاخر ما تنساوش بالنسبة للناس اللي اول مرة غايزة يزور القناة ديالي ضغطوا على الزر الاحمر ويضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد مرحبا بكم معايا نبدو على بركة الله الوصفة ديالنا اللي كما قلت لكم هي اسمتها الكرونتس سيتون غسيت ميلانج بين لقبات فيتي او لقبات اللي كنديرو بها كرواسا و لفورم ديال لدونتس ان شاء الله قريبا نشارك معاكم هادي الوصفة ديالي اللي كندير بها كرواسا ديما بالنسبة للناس اللي متبعيني في الانستغرام كيشوفوا كرواسا وقم شوكولة اللي كنحط فهدي هي الوصفة غير انا فهد الوصفة دياله لفاني ونبدو على بركة الله الوصفة ديالنا اللي غزالة بزاف والديدة بزاف عندي تلتميز جرام ديال الدقيق الابيض او الطحين 10 جرام ديال الخميرة ديال العجين العجينة 50 جرام ديال الزبدة على درجة حرارة المطبخ مقطع بهذا الشكل هذا 50 جرام ديال السكر سنيدة وساشي ديال لفاني وشوية الملحة 150 مليلتر ديال الحاليب دافي يعني شوية على درجة حرارة المطبخ ناخده ايناء فين غدي نعجنو العجينة ديالنا طبعا هنا يعنى نعجنو سواء في العجانة او لا بيدينا بجوجهم كتصدق سهلة ضغية ضغية كتحضر نعجنوها مزيان نديروا المكونات كاملين بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا الزبدة الخميرة السكر سنيدة لفاني والملحة وبالنسبة للحليب بهذا الحليب والزبدة اللي غنعجن ما غنزيد حتى شي حاجة اخرى يعني لاتكستور ديال العجينة أتخرج لك مقاسها مرتبة يعني مرخية شوية هنا صراحة بما ان عندي يغيت 300 غرام ديال الدقيق فكن عجنها بيدية كي يعجبني بعد الاختراسة كان عجن وفي نفس الوقت منين ما كان كونش منساليا او لا عندي ما يقدر كان عجن في العجانة بالنسبة للناس اللي بغت تسهل عليها فتعجنها في العجانة طبعا نحاول ندمج الزبدة كي ما قلت لكم بدرجة حرارة المطبخ فكتكون بسهولة كتتعجن كي ما كتشوفوا معايا العجينة ما قصحاش وما مرخياش كي ما كتشوفوا معايا العجينة ما قصحاش وما مرخياش سوف ندير الدقيق ونحط الكورة ديال اللبات اللي عجنس نغطيها ببابي فيلم جرحوها كنديرو لعلم الزائد كي ما كتشوفوا هاد لبات فيتي هاد الوصفة هي المعتمدة ديالي ساهلة بزاف وفي نفس الوقت ناجحة 100% وكان نغطيها بمنديل وكان حاول نحطوها بشي بلاسة اللي هي دافية يعني ما بارداش وفي نفس الوقت ما سخوناش بزاف هنا ديال البلاسة اللي دافية عندي كنخلات قريبا ساعة تلساعة ونصف تقيت ماشي تضاعف الحجم دياله كي يولي كتر من مضاعف يعني تريبل عنحية غنخدمها بهالطريقة هادي كنكون مجدع دقيق يعني اتديري دقيق ما تخافيش منه ما ما ديش اقصح لكل العجينة لوالو ونحط لبات بهذا الشكل هنحاول نديرها على شكل مستطيل ما صغير ماشي كبير يعني غي بيدي هاد المرحلة اللولة غير بيدي غنخدم ما هنخدم لبن دلك لبوالو كما كتشوفوا معايا نكون مجدع مية وخمسة مية وخمسين غرام ديال الزبدة دايرة لها بهات الشكل هادا وديرها في بلاستيكا وكنت من يالله بديت الوصفة وانايا دايرها في اله في الكنجيلاتيخ كي ما كتشوفوا راعة حجرة انحطها بهات الشكل هادا ونصد عليها هنخلي لكم طبعا الوصفة في صندوق الوصف المقادير كاملة في صندوق الوصفة ناخد البابيفين او بلاستيكا ونغطي الارباطة ديالي ونعاود الردها لمدة عشرين دقيقة في كلاجة من بعد مداز عشرين دقيقة هنخرجوها طبعا من كلاجة ونخدموها كما كتشوفوا الدقيق الكافي ما نزيدوش مازال نخدموه كما كتشوفوا الزبدة درناها كانت كونجلي درناها فوس العجينة بعد ما نشكلها على شكل مستطيل هنحاول نستدادها الطريقة هذي هنحاول نقدها ان شاء الله نشارك معكم الباطفيتين اللي كندير بها الكرواسا والبان شوكولا بنفس الطريقة غير هي ما كنديرش فيها لفاني نبس المقادير نبس كلش ياريا ما كنديرش فيها لفاني من بعد ما نشكلها على الشكل هنعود ندير لها البابي فيلم ديالا او البلاستيكا وندخلها لتلاجة هنخدم هذي الطريقة ثلاثة المرات لا غير ثلاثة المرات خدمت الفيطاج ديالي بها الطريقة صراحة سهلة وخفيها الخدمة ديال ثلاثة المرات كتبقى تدخليها لتلاجة وتخرجيها وتخدميها مزيان بهذا الشكل هذا فهي كتبقى أسهل طريقة والوصفة هي السهلة وناجحة مية في المية أنا متأكدة إلا جربتوها غادي تتجاه معاكم ونصدق معاكم من الضربة الأولى بالنسبة الحاجة وحدة هي أنني ما خدمت هاش ما كنخدم هاش كنخدم هاد طريقة هاد المرحلة الأولى بالنسبة لي هاد الثلاثة اللي زيتاب فهي كتبقى مرحلة وحدة كنخدمها في نهار واحد ولي غادي نخدمها سواء كرواسة ولا أي حاجة غنخدمها بها فكنخليها حتى الغد لي يعني كنحاول نخلي لعبطة ديالي تبات ليلة كاملة هذا لا يعني أنك إلا خدمتها في نفس النهار ما غا تصدقش ليك فهي غا تصدق ليك بطريقة ناجحة ومية في المية غير أنا كنخليها بحلة ترتاح شوية كنبقى نديرو نفس الطريقة ثلاثة المرات وفي ثلاثة المرات كي خسنا ندخلو هالتلاجة عشرين دقيقة المدات عشرين دقيقة حاولت نخلي لكم المراحل بثلاثة عاما نقصتها وحدة باش شوفوا الطريقة والشكل كنتمنى تكون واضحة عندكم الصورة وكنتمنى جيكم ساهلة وفي نفس الوقت ناجحة مية في المية يعني الفيتاش ديالها رائع بزف بزف وكس بقى هادي المرحلة الثالثة والاخيرة اللي غا نخدم هنيا غا دين بيتها ليلة كاملة فتلاجة يعني ما خدمتها شبدة كل نهار اه تلغد ليه عدا خدمتها خديت بابي كويسان او ورق زبدة كما كتشوفو درتليه شوية زبدة اه شوية دقيق وغادي نقطع لي بالمدلك طبعا بهذا الشكل هادا نديرها لشكل مستطيل وفي نفس الوقت نحاول ما نديرش بزفة الخسارات كما كتعرفوا لها بطفيتاش نعاودون نطويوها وننضلكوها مازال هنحاول ندير واحد السومك ديال الجوش سنتين واحدش مازالا غا تخمر خديت هادا الطوابع باش غا دي نخدم للدوائر دياوليه هنه هي طبعا بالطبع الكبير دوائر وخاصني نديرهم نطقبهم الداخل كي بحل دونتس فطبعا غادي نحتافض بدوك الدوائر الصغر ما غاديش نعاودوهم في العجينة اه وفي نفس الوقت كي جوز وينين كي جواب هاد الشكل هادا حتى الجواني بدي العاجين درتهم صغير وورين طبعت بدك تطابع الصغير كما كتشوفو كنخليهم واحد عشرة دقيق هاكا كي غطيتهم بمنديل كي عاودي تضاعف الحجم ديالهم هنه هي كي ما شفتو بدو كي يخمرو خديت مقلاد رتفيها الزيت خليتو سخن مزيان مزيان وانبدا نقلي اللي كي ما شفتو الضاعف الحمجم ديالهم مزيان هاد اول مطلوب يعني كي الضاعف خلينا نفضي سنتيم كي يزيد الضاعف يعني كي يولي وربعة سنتيم كنقلي انا ديما كنقلي كنبدأ باول البياسة نقليها نشوف الشكل دياله كيفاش غايخرج عاد نكمل القليان ديال اي حاجة ما كنديرش كل شي فخطرة وحتف المقلافة كنديرها في المقلافة كي يضاعف مازال الحجم ديالها كتزيد تورق دغية دغية كي تطيبو يعني دغية كي تتقلى وكتبقي تقلبي فيها تقلبي فيها بشوية عليها العافية ما تكونش مجهدة يعني تكون ماشي قليلة وماشي مجهدات تكون متوسطة عمبقى وتنقليو لك خونات ديالنا كاملين ومن بعدها نقليو حتى صغورين حتى هما تيجو كما قد لكم زوينين كي يحمقوا كما كتشوفوا معايا كي يأتي بضوغي كيتدهبوا وفي نفس الوقت يتضاعف الحجم ديالهم كما قلت لكم كما كتشوفوا معايا الصغار هاو الفيطاش ديالهم كي يدير غذائي حتى نكملو لك خونات كاملين كي يحمقوا عمز تستمر العملية ديالنا حتى نكملو لك خونات كاملين كي يحمقوا زوقتهم من الفوق بان غلاساج اللي فيتمنى مشاركة هم معكم في القناة بالحليب وسكر غلاسي وكن عمرو بنيتلا للوليدات فكي يعجبوهم كاتقدريت عمروهم بكخيم او سيترون كاتقدريت عمروهم بالكخيم باتيسيار كاتقدريت عمروهم بها فكيجيو بهذا الشكل هذا الفيطاش ديالهم كيف ما شفتوا غذالين كيجيو مقرمشين غذالين كيشهيو وكتقدريت عمروهم بأي كخيم انت بغيتي او تاكلهم هكا طبيعيين انا صراحة كنا كلهم طبيعيين ما كندير فيهم تحاجة ولداتي كديروا فيهم نيتلا يعني كتعمريهم من الاول كتديريهم نيتلا فيهم كيجيو غذالين كيجيو غذالين كيجيو بهاد الشكل كنتمنى الوصفة ديالي تعجبكم وكيف ما قلت لكم في اول فيديو هنشارك معكم ان شاء الله بنفس الوصفة تقريبا من الفينوازغي لبات فيتي اللي كنحضر بها الفينوازغي كنتمنى يكون عجبكم الفيديو تكون عجباتكم الوصفة وتكونوا شفتوا الفيديو حتى الاخير شكرا لكم بزاف ما تنسوش الى عجبكم الفيديو وخليوا ليالي لايك ديالكم شكرا لكم بزاف نتلقى ان شاء الله في فيديو جديد ونهار جديد السلام عليكم